بالأخبار الغريبة والحاجات اللي احنا بنسمع على فكرة برضو كورونا عملت حاجات غريبة قوي في الناس المحبين والناس اللي بيحاولوا انهم يعملوا لحظات حلوة او يصنعوا لحظاتهم السعيدة الخاصة بيهم طول الوقت بيفكروا او اي اتنين داخلين مقبولين على الجواز طول الوقت بيفكروا ازاي فرحهم هيبقى خارج الامور المتعارف عليها الشاب الامريكي كودي اللي اقترح على حبيبته الزواج في قاع البحر في كهف الكريبي كودي عنده 33 سنة من مدينة جراند هافن بولاية متشجين اقترح على حبيبته كيلي كاستل ان هما اكبر منه بسنة ان هما يتجاوزوا تحت المايا ويكونوا تحت المايا بعنق عشر اقدام فيه خليج صغير خلاب جدا اوكي علشان هما الاتنين يحتفلوا بجوازهم اعرفش ده ليه علاقة بالاخبار الجديدة بتاعت كورونا واللي هما قرروا الموضوع ده المهم ان هما نزلوا وغتسوا وتصوروا واشتغلوا كمصورين وقدم كودي طبعا لشركته الخاتم المتعرف عليه الشابكة وطبعا هي ما كانتش مصدقة وافقت طبعا كودي اللي كان مشتري الخاتم ونزل بيه عشر اقدام تحت المايا وانه كان منتظر اللحظة المثالية دي عشان يقترح على كيلي الخطوبة وبعد كده قال لها يعني ان هما قرر ان يعمل ده هما موجودين على حفة الجزيرة في الكهف وطلب منها انها هتعوم تحت المايا علشان تاخد صور وبعدين فاجئها بان هو خرج الخاتم وطلب الجواز ودي كانت لحظة جميلة جدا اخدها طبعا كل الناس اللي كانوا بيساعدوا ورتبوا معايا الموضوع ولسه يا ما هنشوف الجوازات مش عارف يعملوا ايه تاني يعني احنا عميين نسمع الجوازات حاجات غريبة جدا في العالم جواز عن طريق زوم جواز تحت المايا مش عارفين يعني في الاخر استنادي وكورونا هتوصل الناس ان هما يجاوزوا فين بعد كده مش عارفين اما نشوف